يا جماعة في فيديو العناية بالبشرة اولا عندنا انتشانتر وعندنا الفاسلين بس النوع ده عشان انه هو النوع اللي عليه بني هو نيو فاحلا وريحتو احلا يعني عشان كده اشتريتو فانصحكم تشترون عندي نوعين من ده عندي واحد بالرمان بس يعني مش نفس انتشانتر حاجة تاني خلاص فانا انتشانتر ريحة الورد فبحبه هو بيرفيومد و بادي لوشن وعندنا حتي تاني ده زي الزيت ده زي الزيت بس هو عبارة عن بيرفين بس بيتهط بشكل تاني اللي هو اكده خلاص اما ده فروزي فسوفت اه بنك لبس و روزي لبس اه اوه ده و بنصحكم تشترون بس اعملهم كل يوم الصبح ل آآ ليا و بينفعوني آآ لوشي اولا و كمان آآ آآ ده لبادي لوشن فبينفع لكل الجسم بس انا دلوقتي هوريكم ازاي بس بعمل عناية للوشن مش للشعر دلوقتي الوش بس خلاص فببدأ بالفازلين بحطه حوالين بس بقي عشان دي اكتر حين تاح الساسة فبدل ما اعمل حاجة تانية بحطه بس حوالين بقي عشان هو كتير بيلمع هو ملزق بس انا بحط منه يعني يدوب كده حتاه وبروم حطاف كله بحاول ما بينش انه ده فازلين وبيلمع قوي فبدعكو مش عربقي بعيد خلاص وبعفله وخلصنا من الفازلين الفازلين جلي منطف وغني كوكا باتر كوكا باتر خلاص خلاصنا منه دلوقتي وقت البق البس بحطه منه جده بعمل بيد مفيش مش بحاجة احيانا بحطه منه كتير بس اهو بحطه منه جده بالماء و هيرو ساويني برانا خلاص؟ دلواتي خلاص؟ إن انشانتر؟ انا هم تحafarه هي انا هاتف رأي هذه وسنب festival خلاص خلاصنا من الوش دلوقتي نحن الانتشانتر دلوقتي ودى ده ده هنا انا اريكم بالحط ازدائي ده ازدائي مثل زيت و نفس رائع راحتو حلوة اولى بتحط ورا وهنا يعني كده قليل بحطو هنا وبس بعدين بحطو على اللبسي بسرعة عشان ما يعملش يعني ما يعملش بقع نرس و انا دلوقتي هشرح لكم الحاجات اللي هستعملتها اولا اولا بابدأ بالانتشانتر انتشانتر للبشرة وبينفع خلاص بينفع للبشرة اهو للبشرة بينفع اوي انتشانتر هو برفيوم بادي لوشن بس ايه بالورد زي ما انتم شايفين بالورد و هذا الفازلين الجديد جلي ملطف غني اللي هو بنفس الوقت كوكا باتر كوكا باتر زبدة الكاكاو بيستعمل فيه زبدة كاكاو بيسموه فازلين مناطف للبشرة مناطف غني خلاص كده خلصنا من الفازلين انتشانتر انتشانتر خلصنا منهم دول الوشن دلوقتي هنبدأ بالحاجات الصغيرة ده مصنوعه من برده الفازلين بس ملونينه و يضعون حاجات للبس عشان ينفع للبس فاشوفوا بيسمع الساي و يفضل كده لغاية ما يطريه و بينشاو عادي يعني بينشاو بس مش بيخلي اللبس نشفه روزي لبس فور صوفت بينك روزي لبس بيكمان فور صوفت بنك لبس انا اشتريتوا زمان فانا ايمكن مش فكرة يعني من هين اشتري ده من ده فازلين اول فازلين جيلي ننطف غني. دلوقتي خلصنا من الصغير دا. وعلينا هو ايه؟ دلوقتي هنبدأ هو البرفيوم. دا بيرفيوم رحته حلوه في انواع كتير من دا. يعني نفس الشكل كدر بس منه انواع. دا 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 دا. هو مياه بيبقى مليان بس هو خلص طبعا. يعني نستعمله كل. ما انا بستعمله لما انزل. بستعمله لما انزل على طول بحطه ببقى رحته حلو. وخلصنا. ويا جماعة انتم طبعا هتستنوا الفلوغ اللي هامل. خلاص. كده حطينا دول. دا دا دا. خلاص كده خلاصنا دول. هبعدوا مش رائع عشان يبانوا. دا 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 دا. الكبار بقى. دا مليش دعوة بالانتشانتر بس دا 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 دعوة بالفازيل لانه نفس الاسم بس هو للبس. وبوري هولكم. هو مش ملزق زيه كده. شوفوا هو شكله كده. دا جميل كده. خلاص. كده خلصنا الفيديو. وبوريكم كل الحاجات هنا. ها. اهي. سانيا بس. دي الحاجات اللي بنستعملها للعناية للبشرة. كل يوم الصبح هتحطوها وهتنفع للبشرة الكوفة. شوفوا ازاي انا بحطهم كل يوم الصبح وبشرتي بقى نعمة. هو انتشانتر مش بيبقى ملزق عالوش كتير. او بيعض يدوب. يعني شوية وبتشان. يعني ولك انه حطوتي حاجة بس ببقى ناعمة. بنعمة. الوش. خلاص. وباي مع مع مريم وفيديو جديد وباي.